سلاح حرب جديدة ذاك وإن بدأ جهاز اتصال قديم يلحق به جهاز الوكي توكي وربما ما لا يعد من أجهزة إلكترونية لا تفارق مستخدميها جهاز الاتصال من نوع بيجر معه بدأت حرب إسرائيل في مرحلتها الجديدة مع لبنان وفق مراقبين من استهدفهم خلال عملية واحدة قد لا يستطيع الوصول إليهم وإن جهز العدة لذلك نحو ثلاثة آلاف تفجير لجهاز بيجر دفعة واحدة وسرعة ضوئية في حرب تبدو أنها دخلت مسارا آخر بتحديات أكبر بنظر مقدرين أولى تلك التحديات أن الشركات المصنعة للأجهزة الاتصالية لا علم لها بما أحدث على أجهزتها إن ذلك ما حدث مع شركة جولد أبولو المصنعة لبيجر فالدفعة الواصلة إلى لبنان كانت من شركة مجرية لها ترخيص من الشركة الأم وتلك تقع تحت يد إسرائيل أفق ما قالته صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر استخباراتية إسرائيل التي تخفي أضرارها من الحرب التقليدية تطل على حربها في لبنان برأس تكنولوجية بأسلحة تسكن البيوت ولا تفارق أهدافها ولا تكلفها مشقة تتبعهم إن من فجر قبل يومين في الضحية الجنوبية لبيروت وفي الجنوب اللبناني وفق مقدرين لا يعني إسرائيل ولبنان وحسب بل إنها قد تكون حربا عالمية مستقبلية ربما تتيح للأفريقاء في أي إقليم بالوصول إلى ضحاياهم حيثما كانوا إنها ساحة وفق مراقبين ستنقص فيها حمولات الأسلحة الثقيلة نظير متفجرات تزرع في أجهزة سيكون الصراع فيها لمن يضمن لنفسه الوصول على نحو خفي لننفع فيه التفتيش ولا التمحيص إن انخرطت شركة الاتصال الكبرى في تجارة الحروب المقبلة اشتركوا في القناة